ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فقد عمّت لفريق السعودية وقامت لفريق السعودية لأنه تربح بشيء يعني رأى اللعبات لأحد اللعب الذي عمرهم في حياتهم وتقدرت مشي تهابه حالي السعودية وتقدر معهم أقول لك عمرنا عرفنا السعودية تقدروا تدير المباراة هذه وعمرنا عرفنا بأنها راسمته وحتى فعلا عندهم مدرب وعرف المستوى لم نكرهش وعرفنا بأنه في المستوى حتى هو ونتمنى المدرب حتى هو اللي حاليا معه سميته مع الكيف ناشونال يعني يدير ذاك النفس وذاك الحماس في السبب ديالنا ديال المغرب يوشي يبينو لنا شي حاجة مزيدة هي اللي عمّاري غا نقولها ما نكتبش عليك لأنه ورأى كانت تمنى واحد جوجة ضيره ولا تربح المغرب جوجة ضيره ولا جوجة الواحد ولا كترقى كانت تمنى بالزبب حنا ما كرناش تربع المغرب حتى بخمسة ولا ستة بس تخلع الدول الخرين هادي ما نكتبش عليك ولا كان يمكس لينا نقول أنا ما الكرواتيان مدادة ما تفرس في المقابلات ديالهم يعني ما نقدش نقول والو ولا كاني كاين الاحتمال بالنسبة للمنتخب المغرب تربح كاين الاحتمال بعد اللعبين اللي عندهم كان الاحتمال كبير بس المنتخب المغرب تربح كانت تمنى ويرفعوا الدرابود المغرب كتر من اللي هو مرفوع في زميع الميدان يعني كانت تمنى اللي هم يطلعوا الدرابود المغرب كتر من كيفاش طلع في الدبلوماسيا وفي العامل وفي تطور ديال البلاد والحمد لله كانت تمنى ويرفعوا ديال المستوى ديال البلاد يعني البلاد غاد يكا تطوار وخص محتوما يعطيونا شي حاجة سيتصوير ديال تطاور كبيرة من دكش اللي اللي احنا كانت تمنى قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي